بالتورة المتهمين في القضية وكذلك صورة من قرار التحفظ على أموال المتهم الأول والثاني وطلبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وقام رئيس النيابة الأموال العامة ومثل النيابة في بداية الجلسة بقراءة أمر الإحالة واللي جاء فيه أن المتهم سامح فهمي بصفته مكلفا بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة تعمد إجراءها ضد مصلحتها وأضافت النيابة أن حسين سالم اتفق بالاشتراك والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة واتحدت إرادتهم معه وذلك بأن قدم إلى المتهم الأول طلب برغبته في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعي المصري بغارة تصديره لإسرائيل بأسعار متدنية للغاية بنطالب حقيقة بتوضيح إجراءات استعادة حسين سالم إيه اللي بتعمله الحكومة المصرية على أرض الواقع لاستعادة إمبراطور الفساد الأول في هذه البلد في الـ 25 سنة اللي فاتت حسين سالم رجل يجب أن تتم محاسبته أمام المحاكم المصرية بمنتهى العدالة والشفافية ومطالبة